موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم معينا في درس جديد من دروس مادة العلوم تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم تكلمنا المرة اللي فاتت عن حاجة اسمها العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية تكلمنا فيها عن تقسيم العلماء لهذه العلاقات أو للعلاقات دي العلماء قسموها لثلاث أنواع من العلاقات أول حاجة تكلمنا فيها كان عن ألف تراس تاني حاجة عن الترمم تالت حاجة عن التكافل أو المعايشة أو التعايش تعالوا نفتكر مع بعض أو نلاجع مع بعض التعريفات اللي قلناها المرة اللي فاتت ونبدأ النهاردة في الجزء الجديد بتاع درسنا اللي المرة اللي فاتت قلنا هنأجله لما يقول لي تابع العلاقات الغذائية تابع يعني احنا كنا عاملين جزء قبل كده مين يفتكر معايا أنواع أو تعريفات العلاقات الغذائية اللي اتكلمنا فيها أول نوع من التأسيمات التلاتة اللي عملوها العلماء كان اسمها الافتراس وقلنا الافتراس هو علاقة مؤقتة بين نوعين من الكائنات الحية يسمى أحدها المفترس وده الطرف القوي في العلاقة دي ويسمى الطرف الآخر بالفريسة يعني فيه طرف قوي بياكل وفيه طرف ضعيف بيتاكل آدي أول نوع من أنواع العلاقات ليه قلنا أنها مؤقتة؟ قلنا لأنها بتنتهي بانتهاء الفريسة أو بالتهام الفريسة سواء كلها أو جزء منها لغاية بالمفترس ما بيجبع بيجبع ويسبها انتهت العلاقة بينهم خلاص تاني نوع من العلاقات كان اسمه التكافل أو المعايشة أو التعايش قلنا أنه هو علاقة مستمرة ليه مستمرة؟ لأنها على عكس الافتراس يعني مش بتخلص بحاجة معينة لا بتفضل ممتدة معينة هو علاقة مستمرة بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية وقسمناها في حلقتنا اللي فاتت لثالث أنماط قلنا التكافل فيها فيه تنقسم إلى تبادل منفعة في فيه الإفادة فيها فيه جزء بتاع النهاردة التطفل فيها فيه برضو تمام؟ الانقسامات معانا أو التأسيم الجيدة معانا تبادل المنفعة وقلنا دي علاقة فيها الطرفين بينتفعوا مع بعض يعني أنا بنتفع وانت بتنتفع محدش فينا بيتضرر في العلاقة دي خالص تبادل منفعة بنبد المنافع مع بعض تاني حاجة الإفادة ودين أن عندي طرف بيكون مستفيد والتاني لا بيتضر ولا بيستفاد زي ما قلنا التفليات اللي عايشة جوه حيوان الإسفنج أو بعض الكائنات المائية الكائن ده عايش جوه حيوان الإسفنج بيتغزى ولقي النفسه مأوى ولقي النفسه مكان يعيش فيه حيوان الإسفنج لا بيتضر ولا بيستفيد الجزء الثالث اللي هنتكلم عنه النهاردة هو التطفل تعالوا نشوف مع بعض التعريف بتاعه ونكمل الموضوع الثالث أو النوع الثالث من العلاقات الغذائية وهو الترمم ونعرف تعريفاتهم وانقساماتهم شكل عامل إزاي تكلمنا مع بعض عن مراجع عن الحلقة اللي فاتت بصورة سريعة تكلمنا فيها عن الافتراس وعن جزء من التكافل هنكمل باقي التكافل دلوقتي وهنكمل الترمم قلنا إن العلاقات الغذائية انقسمت لثلاث حاجات أول حاجة كانت الافتراس شرحناها تاني حاجة كانت التكافل وقلنا بتنقسم لثلاث أنواع وعندي تالت حاجة كانت الترمم قلنا تعريف الافتراس وخلصنا تعريف التكافل قلنا أول نوعين منه كانت تبادل المنفعة وتاني حاجة الإفادة ودول خلصناهم برضو المرة اللي فاتت المرة دي هنتكلم عن التطفل يعني إيه تطفل؟ تطفل دي يعني حاجة بتحشر نفسها في حياة حاجة تانية أو كائن بيعيش بيستغل كائن تاني بس في عندي حاجة هنا هي علاقة مستمرة ناخد بالنا إنها علاقة مستمرة مش مؤقتة هي علاقة مستمرة بين نوعين من الكائنات طيب عندي حد بيستفيد وحد بيتضر المرة دي أ أحدهما يستفيد والآخر يضار أو بيحصل فيه ضرر أو بيحصل فيه عجزة أو نقص بس هي اللفظ بتاعها يضار يعني يحصل فيه ضرر أو يصيبه ضرر طيب أنا عندي الطرف اللي بيستفيد ده اسمه إيه؟ العلاقة اسمها التطفل يبقى الطرف المستفيد هنقول كده المستفيد يسمى طفيل أو التفايليات طيب الطرف الذي يضار أو اللي بيحصل له الضرر أو اللي بيحصل له الإصابة يبقى ده المضار أو اللي بيحصل له الضرر يعني يسمى العائل ليه العائل؟ لأنه بيعول الطفيل جواه أو بيشيل الطفيل بحيث الطفيل ده يعيش هل دي علاقة تبادل منفعة؟ لا طبعا هل دي علاقة إفادة؟ واحد بيستفيد والتاني لا بيستفيد ولا بيضار؟ برضو لا طبعا اسمها علاقة تطفل أحد الأطراف بيستفيد اسمه الطفيل والآخر بيضار اسمه العائل كده خلصنا الجزء بتاع التكافل تعالوا نشوف العلاقة رقم 3 من العلاقات الغذائية وهي الترمم هنقول هي علاقة غذائية طيب فيها كائن برضو بين نوعين من الكائنات ونسكت مش كائنات حية هنقول دلوقتي ليه؟ بين نوعين من الكائنات يحصل أحدها على غذائه يعني طار أحد الأطراف بيحصل على غذائه من بقايا الكائنات أو جسس الكائنات الميتة أو تحلل الكائنات دي من الكائنات يحصل على غذائه أو أحدها يحصل على غذائه من بقايا الجسس أو الكائنات الميت كده عرفنا التلات علاقات بتوعنا الغذائية أول حاجة لفتراس علاقة مؤقتة تاني حاجة التكافل علاقة مستمرة فطبيعي إن الجزئيات بتاعته برضو تكون علاقات مستمرة تالت حاجة وآخر حاجة عندي الترمم هي علاقة غذائية بين نوعين من الكائنات دي ممكن نقول إنها كائنات مختلفة عن بعضها التكافل برضو كائنات حية مختلفة عن بعضها أما الترمم كائنات وبنسكت لإن فيه كائنات حية وكائنات غير حية في العلاقة دي تعالوا مع بعض نتكلم بالتفصيل أكتر عن التطفل وعن أنواعه وعن الترمم وعن تعريفه خلصنا الأنواع بتاعة العلاقات الغذائية عرفناها قررنا بينها أو قلنا إيه المتشابه وإيه المختلف تعالوا نركز أكتر على تعريفات كل حاجة منها من الجزء الجديد بتاعنا أول تعريف عندي كان التطفل وقلنا عندما يستفاد أحد الطرفين مع وقوع الضرر على الطرف الآخر وعندي التطفل نوعين زي ما قلنا هناك إنه هو أنواع نوع داخلي ونوع خارجي هنتكلم عنه بالتفصيل في الشريحة الجاي عندي آخر نوع من أنواع العلاقات الغذائية زي ما قلنا كان اسمه الترمم وقلنا هو علاقة غذائية يحصل فيها الكائن المترمم على غذائه من أجسام الكائنات الميتة وتحلل البقايا العضوية لأنه ممكن يقولي من أين يحصل الكائن المترمم على غذائه أو يحصل الكائن المترمم على غذائه من نقط ونقط هقوله أجسام الكائنات الميتة رقم اتنين تحلل البقايا العضوية جاي بعد كده بيقولي تعريف التطفل هيكلم باستفادة أكتر عن تعريف التطفل وأنواعه تعريف التطفل بيقولي هو علاقة مستمرة لأن التكافل أو المعايشة أو التعايش أصلا علاقة مستمرة فطبيعي إن أقسامه تكون علاقات غذائية مستمرة قال لي هو علاقة غذائية مستمرة ومشتركة يعني فيها حاجتين بيعيشوا مع بعض أو بيتفاعلوا مع بعض بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية هنا أنواع مختلفة ما ينفعش إن يبقى فيه طفل وطفل ما ينفعش يبقى عندي عائل وعائل لا هي أنواع مختلفة من الكائنات يسمى أحدها الطفل والآخر اللي بيصيبه الضرر يسمى العائل يبقى نراجع تاني التطفل هو علاقة غذائية مستمرة ومشتركة بين نوعين مختلفين من الكائنات الحية حيث يستفاد أحد الأطراف ويسمى الطفل ويضار للآخر أو يصاب الطرف الآخر بضرر ويسمى العائل تعالوا نتكلم مع بعض عن أنواع التطفل أنواع التطفل بيقولي عندي نوعين يعني لما يجي يقولي ما هي أنواع التطفل هقول هناك نوعان للتطفل رقم واحد التطفل الخارجي ونشرح رقم اثنين التطفل الداخلي ونشرح التطفل الخارجي ايه هو؟ هو تطفل تعيش فيها الطفليات على جسم العائل احنا قلنا عندنا نعم الكائنات الحية الطفل والعائل يبقى الطفل بيعيش على جسم العائل من الخارج ويتغزى بامتصاص دمه يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو فرضنا أن الطفل ده حاجة صغيرة كده واحنا أجسمنا هي العائل الطفل ده بيبقى موجودة على جسمنا من برا وبيتغزى أو بيحصل على غذائه من امتصاص الدم زي ايه مثلا؟ زي البعود زي البق زي القمر زي بعض أنواع الأسماك هنتكلم عن هذا الوقت تعالوا نشوف مع بعض الأنواع أو الأمثلة لأنه ممكن يقول لي كذا من أنواع التطفل الداخلي أو كذا من أنواع التطفل الخارجي فلما يجي يقول لي التطفل الخارجي هنقول من أمثلته القمر البق البعود البراغيث القراض سمكة اللامبري ودي سمكة ملهاش أسنان داخل بقها علشان تقدر تاكل بيها بس بقها عبارة عن زي حاجة كده بتمتص الدم من الفرائز بتاعتها تمام؟ يبقى الكائنات أو التفليات اللي عايشة علينا إحنا أو على الحيوانات أو على الكائنات الحياة بصفة عامة بتتغزى بتعيش من برا بتعيش على الخارج وبتتغزى على الدم أما الأسماك هي سمكة اللامبري ده النوع الوحيد اللي معاني وبكده خلصنا النوع الأول من التطفل وهو التطفل الخارجي التطفل الداخلي من اسمه عكس التطفل الخارجي طيب نشوفه ونشوف أنواعه بيقول لي هو تطفل تعيش فيه التفايليات داخل جسم العائل وتتغزى عن طريق أنا جوه الجسم هيجي الغزاء منين؟ أي غزاء مهضوم جوه جسمي التفايليات دي ممكن تدأ تاكله سواء جسمي أنا كإنسان سواء حيوانات هو التفيل هو التطفل تعيش فيه التفايليات داخل جسم العائل وتتغزى عن طريق مشاركته في غزاءه المهضوم وتتغزى على الخلايا والأنسجة كل ده من جوه تتغزى على أي حاجة من بره من على سطح الخارجي عشان نفرق بين التطفل الداخلي والتطفل الخارجي طيب زي إيه أو إيه الأمثلة اللي لو جاء الهالي أعرف أن ده تطفل داخلي زي الدودة الكابدية دودة الإسكارس الدودة الشريطية دودة الفلاريا كل دي حاجات أو كل دي ددان أو كل دي طفليات بتعيش داخل جسم العائل تبدأ تتغزى على الغزاء المهضوم أو تتغزى على الخلايا والأنسجة الداخلية لجسم العائل أدي مثال معانا لدودة البلهارسيا أدي مثال كمان لدودة الإسكارس ودي ديدان قد تصيب البني أدمين وبتتغزى على غزاءهم المهضوم أو خلايا والأنسجة الجسم من جوه بعض الأضرار الخاصة بالتفايليات هي التفايليات دي لما تيجي تعيش من بره أو داخل جسم الإنسان أو داخل جسم العائل بصفة عامة هل بتنفعه ولا بتضره لما تيجي نموسة توقف على جسمنا من بره وبتمتص الدم أكيد بتضرنا لو فيه لقدر الله ديدان موجودة داخل جسم الإنسان وعادة بتتركز في الكبد أكيد هتضره طيب إيه الأضرار اللي بتسببها التفايليات الضرة اللي من النوعية دي سواء داخلية أو خارجية عندي مثلا أول حاجة بيقولي البعوض يتطفل على الإنسان البعوض ده تفايليات خارجية يتطفل على الإنسان ويسبب مرض المالاريا لأنه ممكن يجي سؤال يقولي اذكر بعض الأمراض التي تسببها التفايليات للإنسان يبقى أنا لو قالي البعوض هقول بيتطفل على الإنسان وطبعا ده تطفل خارجي ويسبب مرض المالاريا رقم اتنين البراغيث برضو تتطفل على الإنسان ودي برضو تفايليات خارجية وتسبب مرض الطاعون تالت حاجة البلهارسيا دي لسه شايفين صورتها من شوية ودي ديدان توجد داخل الإنسان يعني تتطفل داخلي أو تفيل داخلي يتطفل على الإنسان ويسبب مرض تليف الكبد دودة الاسكارس بتتطفل على الإنسان طبعا الديدان قلنا أنها تبقى تفايليات داخلية تتغزى على الإنسان وعلى غزاءه المهضوم وتسبب الضعف والهزال اللي احنا بنسميه الأنميا عندي رقم خمسة بيقول لي الفلاريا الفلاريا تتطفل على الإنسان وتسبب داء الفيل الفلاريا داء الفيل لأنه ممكن يقول لي ما هي مسببات داء الفيل أو في ماذا يتسبب الفلاريا لازم يبقى ربطهم ببعض فيه وفيه الفلاريا داء الفيل آخر حاجة معايا سمكة اللامبري اللي كنا بنتكلم فيها من شوية اللي هي بدون أسنان داخل الفك بتاعها سمكة اللامبري تتطفل على الأسماك الأخرى وتمطص دمها طبعا ربنا يحفظنا جميعا من كل الأمراض دي بس اللي لازم نكون عارفين كل طفل بيسبب مرض اسمه ايه بالنسبة للإنسان وهل هو خارجي ولا داخلي الطفل ده موجود على سطح جلد الإنسان أو على جسمه من بره ولا في داخل الإنسان خرب يتغذى على الغذاء المهضوم أو خلايا وأنسجة جسم الإنسان عندي سؤال بيقول لي علم يسمى مرض داء الفيل بهذا الاسم زي ما احنا شايفين معانا شكل الرجلين مش طبيعي ربنا يحفظنا جميعا هنقول الإجابة لأن القدم المصابة تشبه حجم رجل الفيل في حجمها أو في شكلها لأن القدم المصابة تشبه قدم الفيل في حجمها الضخم طبعا مرض الفلالية سمي بداء الفيل أو بيسبب داء الفيل لأن القدم المصابة بتتورم أو بتنتفخ وبتكون شبه رجلين الفيل بالضبط طب عندي سؤال كمان بيقول لي الطفيل لا يقتل العائل لما كنا بنقول تعريف الطفيليات قلنا إنها علاقة مستمرة وليه مستمرة علشان الطفيل بيفضل طول الوقت عايش يتغذى على العائل سواء خارجي سواء داخلي طب لو العائل ده انتهى أو مات الطفيل بيموت معاه فمن مصلحة الطفيل إن هو ما يقتلش العائل على العائل يفدل العائل عايش والطفيل بيتغذى عليه طولու هو موجود إلا لو لقد جلت وفت بيبدأ الطفيل ينتهي خلاص ومش رايح حاجة يكلها خلاص تمام لأن الطفيل إذا قتل العائل يفقد الغزاء والمأوى وبالتالي يموت علم الطفيل لا يقتل العائل مش من مصلحته أن العائل يموت لأن الطفيل إذا قتل العائل يفقد الغزاء والمأوى وبالتالي يموت طب عندي سؤال بيقول لي ما العلاقة بين ألف تراس أول نوع من أنواع العلاقات الغزائية اللي قلناها والتطفل اللي هو النوع التالت من تأسيمة التكافل ايه العلاقة بين الاتنين؟ احنا قلنا ان الافتراس هو علاقة مؤقتة وقلنا ليه مؤقتة؟ لان فيها الكائن المفترس بيقتل او بينهي بعد ما بيهاجم طبعا الفريسة بتاعته يبقى كده علاقة مؤقتة انتهت بقتل احد الطرفين واحد استفاد لما التاني مات هجموا وقتلوا وكلوا خلصت العلاقة بينهم كده انما التطف العلاقة مستمرة زي ما قلنا من شوية لان الطفيل لا يقتل العائل بل يستمر في غزاؤه وان هو بيجد ليه مأوى طول ما العائل موجود تعالوا نشوف مع بعض اجابة السؤال في التطفل يعتمد الطفيل على العائل اعتمادا كليا في توفير احتياجاته الغزائية مما يسبب ضعف العائل واصابته بالهزاء ولكن لا يقتله تمام؟ اما في الافتراس يقوم المفترس بقتل فريسته والتهامها يعني هنا علاقة مستمرة عشان لازم يعيش اكل عليه اكل منه اولا اي مأوى اعيش جواه اما الافتراس علاقة مؤقتة لاني بهاجم وبقتل وباكل وخلص الموضوع على كده ده كده لما يقول لي ما العلاقة بين التطفل والافتراس نشوف مع بعض النوع التالت من العلاقات الغزائية بعد الافتراس وبعد التكافل قلنا الترمم تعالوا نشوف مع بعض ايه هو تعريف الترمم بيقول لي هو علاقة غذائية تقوم فيها بعض الكائنات الحية بتوفير غذائها من تحلل بعض البقايا العضوية المتحللة او اجسام الكائنات الميتة يعني عندي كائن حي بيعيش على البقايا العضوية المتحللة او اجسام الكائنات الميتة يبقى انا كده مفيش علاقة بين كائنين احياء او بين اتنوعين من الكائنات الحية كائن حي وكائن ميت أو متحلل بيعيش عليه ده بيعيش على ده تمام عندي أمثلة للكائنات المترممة لما يجي يقول لي اذكر تعريف حاجة يا أولاد بقول التعريف وبذكر أمثلة عليها ليه بأكد على أمثلة لأنه ممكن يجيب لي كذا من نوعية العلاقات الغذائية الايه زي الافتراس ولا التكافل ولا الترمم لازم أبقى عارف أمثلة على كل نوع طيب أمثلة للكائنات المترممة بيقول لي فطر عيش الغرب فطر عفن الخبز بعد أنواع البكتيريا مش كل أنواع البكتيريا بتعيش على الحاجات الميتة لأن أنا عندي بكتيريا نافعة زي البكتيريا اللي بتعيش على سطح جلد الإنسان طبعا مش كل البكتيريا اللي بتصيب الإنسان بكتيريا نافعة بس مش كلها بكتيريا ضرة في بكتيريا بتساعد الإنسان إن هو يحمي الجلد بتاعه ضد العوامل الخارجية زي مثلا الشمس الزيادة زي الهوى اللي جاي بطراب زي بعض انواع الملوسات ايا كان النوع اللي هيصيب ضرر الانسان ده وعندي كمان بعض البكتيريا اللي موجودة داخل الانسان اللي لما بتتخدم او لما بتتعايش جوه جسم الانسان بتحول بعض الحاجات اللي بتقولها دي لفيتامين به اللي بيساعد الانسان على ان هو يعيش حياته بصورة صحيحة يبقى في عندي بكتيريا نافعة وفي عندي بكتيريا ضرر هنا انواع الكائنات المترممة بعد انواع البكتيريا لان في منها نافع وفي منها ضار فطر عيش الغراب فطر عفن الخبز كده احنا خلصنا الترمم وخلصنا امثلة الكائنات المترممة عندي نشاط لتوضيح فطر عفن الخبز ازاي بيتكون او بيبقى شكله عامل ازاي تعالوا مع بعض نشوف تجربة توضح تجربة لعفن الخبز قلنا بعض انواع الكائنات المترممة دي زي عفن الخبز هنشوف دلوقتي تجربة ازاي نعمل فطر عفن الخبز ده او ازاي نخليه تكون على قطعة من الخبز اول عيش ايا كان نوعه ونشوف مع بعض احنا ممكن نعمل ايه اول حاجة عندي بيقولي الادوات قطعة خبز ايا كان النوع تاني حاجة كيس من البلاستيك تاني حاجة قليل من الماء ادي خبز الماء كيس بلاستيك طيب الخطوات بتاعتي اول خطوة بيقولي ضع قطرات من الماء على رغيف الخبز يعني انا عندي قطعة من الخبز وبحط عليها قليل من الماء مش لازم نغرقها هي قطرات مية بسيطة تكفي بالغرض بعد ما حط القطرات دي على قطعة الخبز اللي عندي بحطها في كيس بلاستيك يريد يكون شفاف او لونه فاتح عشان اقدر ابص جواه في ايه اللي حصل للخبز او التطورات اللي حصلت للخبز بدون مفتح الكيس اول حاجة عندي ضع قطرات من الماء على رغيف الخبز في كيس بلاستيك لفترة تاني حاجة اغلق الكيس باحكام وضعه في مكان مظلم لفترة تاني حاجة بيقولي لاحظ الخبز يوميا لمدة اسبوعين انا لو جيت عندي جزء من العيش اتبقى مننا في اي حاجة وحطناه في كيس وانسنى الفترة سواء نسنى في التلاجة فبيتكون عليه قطرات من الماء نتيجة السقوعية بتاعت التلاجة ووجوده في كيس بلاستيك سواء سبناه برا وان هو زي ما يكون اصابوا قطرات من الماء نتيجة الحر مثلا الكيس البلاستيك تفاعل وعمل قطرات من الماء جوه فاصاب الخبز النوع من انواع العفن نيجي نشوف الكيس ده او نيجي نشوف القطعة الخبز بنلاقي لونها بقى مختلف بتميل للاخضرار شوية ايه اللي حصل فيها تكون عليها فطر يسمى بفطر عفن الخبز طيب نعمل ده في التجربة ازاي جبنا جزء من العيش حطنا عليه قطرات من الماء حطناها في كيس بلاستيك شفاف شوية قفلنا الكيس بإحكام وسبناه في مكان مظلم لفترة وكنا بنتبعها يوم بعد يوم ليه يوم بعد يوم؟ عشان تلاحظ مراحل اختلاف شكل العيش قبل ما يتكون العفن بتاع الخبز او فطر عفن الخبز عليه وبعد ما تكون وبعد ما زاد وبعد ما زاد اكتر تعالوا نشوف مع بعض الملاحظة والاستنتاج الملاحظة بتاعتي بيقول لي تكون طبقة خضراء على سطح الخبز ادي الخبز عندي بيبدأ يتكون زي نقط او بعض الخلايا كده لونها اخضر الاستنتاج بتاعي بيقول لي الطبقة الخضراء سببها احد انواع الكائنات المترممة المعروفة بفطر عفن الخبز والتي تحصل على غذائها من الخبز عن طريق تحليله يعني ايه تحليله؟ بتبدأ تاكل فيه بحيث تنمهية وتنشر احنا عارفين ان اي كائن بياكل بينمو فطر عفن الخبز ده نوع من انواع الكائنات بيتغزى على الخبز نفسه وبيبدأ ينمو فبنلاحظ ان الخبز او العيش بتاعنا بيبدأ حجمه بيقل او مش الحجم هو اللي بيقل مسحته بتقل او كميته بتقل في مقابل ان بينمو او بيزيد كمية من عفن الخبز او فطر عفن الخبز يبقى ممكن هنا يقول لي الطبقة الخضراء التي تتكون على الخبز المبلول والمطروك فطرة في جيز بيلاستيك تسمى فطر عفن الخبز هنقول لو قال لي عرف فطر عفن الخبز هنقول هو احد انواع الكائنات التي تحصل على غزائها من الخبز عن طريق تحليله بكده احنا خلصنا التجربة بتاعة فطر عفن الخبز تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي جاي من درسل خلصنا مع بعض انواع العلاقات الغزائية تكلمنا عن الافتراس قلنا ان هو علاقة مؤقتة التكافل قلنا ان هو علاقة مستمرة بينقسم لتبادل المنفع او الافادة او التطفل اخر حاجة من العلاقات الغزائية تكلمنا فيها قلنا الترمم قلنا التطفل اللي هو اخر نوع من النمط الغزائي اللي اسمه التكافل بينقسم الى داخلي وخارجي كده احنا خلصنا انواع العلاقات الغزائية عندي ملحوظة مهمة بس عايزين نتكلم فيها بيقول لي لا تفتح الكيس ولا تستنشق الهواء الموجود بداخله واغسل يديك جيدا بعد النشاط يا ولاد خبز الخبز لما بيتعفن وبيكون فطر عفن الخبز الفطر ده بيبدأ يكون زي رماط حاجة شبه الرماط شوية احنا لو فتحناها ممكن تصيب ايدينا او ممكن نستنشق الهواء لان احنا قفلينه وفيه هواء طبعا جوا الكيس احنا مش مفرغين الهواء من الكيس الهواء ده ممكن نستنشقه يبقى مضر لنا فبعد اذنكم اللي هيعمل التجربة بتاعته في البيت مش في معمل المدرسة يا ريت لا يستنشق الهواء اللي خارج من الكيس ولا يمسكه باديه بنكتفي بان احنا بنشوف شكل التطور بتاع مراحل عفن الخبز من الكيس من بر وبكده يبقى احنا خلصنا العلاقات الغذائية رجعناها عرفنا الانواع والفرق بينها عرفنا العلاقة بين الافتراس وبين الترمم او ايه الفرق ما بينهم كده خلصنا الجزء بتاع درسنا النهاردة يارب يكون درس خفيف وسهل ولذيذ عليكم نكون عرفنا التعريفات وعرفنا الفروق اشوفكم مع بعض حلقة جاية ان شاء الله اشتركوا في القناة